أكد السيد جمال عبد العزيز العلوي رئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أكد أن قضية الاتجار بالأشخاص بصورها كافة تعتبر من الجرائم المنظمة والتي تتطلب قدرات ومهارات خاصة في التعامل معها نعم جاء ذلك في تصريح صحفي للرئيس التنفيذي للهيئة بمناسبة بدء المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تقديم أولى برامجه المتخصصة في تدريب المدربين في هذا المجال وأضاف العلوي أن الهيئة تولي أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها ومنهج عملها في مكافحة الاتجار بالأشخاص مؤكداً همية إعداد كوادر قادرة على التعامل مع هذه الجريمة وفق أفضل الممارسات المتبعة وأشار إلى أن التدريب وإعداد كوادر متخصصة يعد ركيزة أساسية في منظومة المكافحة نظراً إلى ما تشكله هذه الجريمة من تهديد لاستقرار المجتمع وبيئة العمل ولفت إلى أن المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص يعد علامة بارزة في مسيرة مملكة البحرين لتعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص وتوثيق تجربتها الرائدة في هذا المجال استفادنا شيء كبير من الدورة من أساسيات التعرف على الضحايا المحتملين لجريمة الاتجار بالأشخاص وكيفية التعامل معهم كيفية تحويل هذه القضايا وأيضاً كان عندنا يومين تدريب لتدريب المدربين وإن شاء الله راح أنقل هذه الخبرات والمعرفة لزملائي في وزارة صناعة والتجارة خصوصاً بإدارة التفتيش كونهم من الموظفين اللي يتعاملون بشكل يومي مع الضحايا المحتملين لهذه الجريمة مستنسى أن أنا كنت جزء من هذه الورشة صراحة استفتت ويد خصوصاً أني جزء من الكادر الطبي هذه الورشة ساعدتنا أن نحن نقدر نعرف كيف نمينا مريض أنه ممكن يكون أحد الضحايا كيف نقدر نساعده كيف نقدر نشخصه كيف نقدر نوصله حق الجهات المعنية حق مساعدته البرنامج التدريب هو عبارة عن تدريب المدربين عصاص أن يقومون بتدريب الموظفين الموجودين في موقع العمل أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة طبعاً البرنامج مكثف وكان لمدة ثلاثة أيام تعلمنا من خلال الكثير من المهارات التي قدرنا من خلالها تطوير اللي هو الكمبيتنسيز حق المرشح واللي بتساعده في موقع العمل أن يقوم بالمهم المغلوبة منها على أكمل واجه تدريب اليوم هو مثال آخر للشراكة الاستراتيجية بين منظمة دولية الهجرة ومملكة البحرين وممثلة في حقيقة تنظيم سوء العمل وهو أيضاً تتويق لمملكة البحرين لجهود مملكة البحرين في مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص على المستوى الوطني والإقليمي هو أيضاً هذا التدريب يعتبر خطوة هامة في تنفيذ التزامات الأمم المتحدة تحت إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الذي وقع بين مملكة البحرين والأمم المتحدة في شهر مايو 2021 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر